وعلى الجانب الآخر فضى حاكم مقاطعة بريانسك أليكساندر بوغوماز بتدمير أربع مسيارات أوكرانية فوق منطقة بريانسك بالمقاطعة وكتب بوغوماز في صفحته على التليجرام أنه تم أحباط محاولة من القوات الأوكرانية لشن هجوم استخدام مسيارات وقمت قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتدمير أربع مسيارات فوق منطقة بريانسك وأضافانه لا توجد إصابات أو أضرار من جراء الحادث